طيب شوفي أنا ممكن أعمل أستغني عن الكوريكتر أو أستغني عن كده وأعمل فونديشن الفونديشن يقلبني رمادي أو أعمل فونديشن تحت العين في الهالات حواليين الشفايا في الأماكن اللي بتكون غامقة دائما في البشرة بعد فترة ما ححبه شيء أنا ماشا يعني عاملة ميكياج نهاري يعني ميكياج ميكيب نو ميكيب لازم أعمل كوريكتر سواء كان ميكياجك في الميكيب أو ميكياج سهرة أو ميكياج كان ميكياج عادي لو أنا عملت المكياج العادي لازم أعمل الكوركتر له مع الفترة من الزمن تحت العين هيخطط تحت العين هيبدأ يقلي برمادي أعمل خطوات كاملة تأخذي شوية شوية من الفرشة لا تأخذي كمية كبيرة أخذ من الكوركتر حاجة بسيطة أو ممكن حاجة بسيطة بأصبعي أعمل تحت العين كده بالكوركتر بحس أنه بس ما يقلب معايا لكن صباحي ولا نهاري ولا سهرة لازم أعمل الكوركتر الأورنج وكمية بسيطة على عكس دائما الفيديو الاشتهر أنه كل ما تكتري كل ما تكسبي لا أنا ما من كل ما تكتري يعني فيه ناس بيحبوا الكثير لكن أنا سبحان الله لا بيحب أن البشرة تكون صحية وفي نفس الوقت أوكي وسط لا تكتري ولا تنقص يعني حاجة تعمل وتش يكون نظر وفي نفس الوقت المدموج نظيف هذا اللي بيخلي المكياج يطلع بشكل حلو وهم